السلام اصدقائي كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير وانتم ما كنتشوفوا هذا الفيديو بغيت نقول لكم قبل ما بدأوا الفيديو عواش رمبروكا يدخل عليكم رمضان بالصحيحة والسلامة وطلت العمر وباش ما كنتمنى ان شاء الله اكيد في الطبرة المغربية لازم يكون عدنا الزميتة او لكي يقول لها السفوف على حسب المنطقة وفي هذا الفيديو هنشارك معكم الزميتة المكنسية على اصولها بطريقة مبساطة سهلة وستكون عمرك مدرتي الزميتة ستستخلك وغا تجيك الديدة وغا تجيك خوستيون وغا تجيك ناج حميه في المياه واهم حاجة اني خدمت معكم زميتة صحية وبيضون سكر زميتة حلوة ولكن مستعملناش نهائيا السكر او السموم البيضاء بمقوين اللي عودنا بالسكر اللي هو صحي وزوين بقو معايا باش مشوفوا الطريقة والمقادير في المقادير غنحتاج كيلو ديال لازنج للبلدي هاد الزنج لان اكيد راني غسلتو وخليتو حتى نشف شميشو ونقيتو مزيان غا نحتاج نسف كيلو ديال كاوكاو هاد الرقيق هادا او للبلدي هاد كاوكاو كيبقى اختياري لابغيتو تستغنو عليه ماشي مشكيل غا نحتاج كيلو ديال لوز البلدي اللوز البلدي تاوكي يكون فيه المادا قزوين حسن من هاداك العادي وغا نحتاج المكون الرئيسي اللي ضاير عليه هاد الشي كامل هو التمر التمر هو اللي غا نعوده بسكار كما كتشوفو حيطلو العظم وقسم تونصاص غا نحتاج إيلان إيلان عندي رابعة هاد إيلان فيه فوائد بزاف العظم اللي ما كيبغيش يديره ممكن يستغنع ولكن راصحي وحنا كنديره في الزمية وكيجيزوين غا نحتاج معلقة كبيرة ديال القرفة البلدية غا نحتاج معلقة حبة حلاوة معلقة النافع البستاني ومعلقة ديال نفع البلدي واكيد شوية ديال المسكار الحرة دابا غا نبدو نحمرو هادوك المكوينات كاملين كما كتشوفو غا نديرو اول حاجة كوي تحمر مين عندي نحيدو غا نديرو التمر بالنسبة للتمر البنات ما تجهدوش عليها الفران باش ما يتحرقش ليكم اللوز من بعد ما مسحتو مزيان من هديك الغبرة غا نرشو بشوية ديال الزيد غير رشاشة ديال الزيد رشو هين قيطات غا نصاوبو مزيان حتيه تلبس ليه كامل بالزيت او لحتيه تدان كامل بالزيت وغا ندخلو حتى هو يتحمر غير هادشي كامل البنات ترضو مع هالبال غير حمرو عندكم يتحرق ليكم باش ما تجيكمش الزميتة ديالكم مره عاو ثاني غا ناخدو الزنجلان اللي هو اخر حاجة غا ندخلو يتحمر غا زنجلان غا ما كنستش عليها الفران بزاف مدة طويلة كل دقيقة ولا نص دقيقة هانا اخر حاجة غا نحمرها هي اللان هاد اللان غا نديرو غير في مقيلة وغا نخلي البوطة مهيلا وغا نبقى نحركه حتى يتحمر لي مزيان بالنسبة لبنات اللي زريحت اللي كتشوفو الهي انا راني مادرتش في الزميتة كان حمري واحد جوجمع القز ديرتها في واحد طويسة اللي غا ناكل هاد الاسبوع هذا هي ما كينفاش انها تبقى في الزميتة مدة طويلة كما كتشوفو هنا من بعد ما حمرت المقادير ديالي كاملين جبت الطحانة باش غا نبدأ نطحنهم غا ندير طمرة هو اول حاجة كما كتشوفو البنات طمرة يخرج بودرة الى طحنته الى ما حمرته هم زيان طحنت الطمرة هو اول حاجة من بعد منين غا ندوزو اللوز غا نقص واحد زلافة ديال اللوز هاديك زلافة ديال اللوزة غا نخليها باش جينك خوسيون غا ننهرمشها اما اللوز تاني غا نطحنه غا نضيفه وخورج زيان غا نضيفه غا نضيفه غا نضيفه غا نقص واحد زلافة جانبا طبقه الآخر غا نضيفه اخرى هو كوكو كما قلت لكم راح كوكاو بزاف اللي ما كيديروش اللي ما بغيش يدير كوكاو ما يديروش انا كي عجبني لقود كوكاو ديك شي علاش درسو وليك راح اغلب يم كيديروش كوكاو في الزميطة كما كتشوفو طحمد جميع المكونات طمار كوكاو إلا نلوز هاداك شي كامل لي عندي سجنجلي دا بغندوز باش نحرق الطحين انا الطحين حرقته غير في الدار دركت شي اللي بلدي ديا الماما هاداك كوكاو التقيلة ودرت فيها الطحين وبدت نحرق بالنسبة للطحين انا درت كيلو اللارب كيلو كيلو من الحاجة فيها كيلو اللارب ديال الطحين كما كتشوفو كنحرق شوية بشوية وكنا نحط حدايا وكاكيد مني كتحرقوه راكم كتغربلو حياتش غراح كيدير تكوور وكيدير واحد الكويرات دروري خصاتي ولي تغربل ولمنين تحرقوها البنات تحاولو توصلوا لواحد اللون ذهابي ما تخليوهش مفتوح وما تغمقوهش بزاف سوف تلقيت من سوف أو لازميتها كحلا هنا يكيما كنتشوفووا سوف نعمل معلقة كبيرة ديالنافع معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة ومعلقة كبيرة ديال البستاني سوف نضيف معلقة كبيرة ديال القرفة البلدية اللي تكون حاولوو البنات تتخدوها طريا وبقير لها مطحونة جديدة باش يتعطيكم الماداق زوين سوف ناخدو المسكة الحرة من الأحسن البنات المسكة الحرة هكا اخوضوها حبيبات انا اخذت السكر الاسمر و احجج مع القدر انا اخذت السكر الاسمر و احجج مع القدر اخذت المهراز و اضعها و اضعها و اضعها انا اضعها و اضعها و اضعها و افضعها اضعها لا يخلطك بانيو نضيف الطحين لنضيف الطحين خلطوا الطحين كامل لنضيف الطحين ونضيف الطحين يجب أن تفك في المراحل لنضيف الطحين ونضيف الطحين استخدام المراحل لنضيف الطحين ونضيف الطحين سأضيف المراحل سأضيف السوائل سأضيف خلطوا الطحين 1-150-120 زفدة سنترال اضيفها في بطا بداتك تغلي حتى توليت لي نوازد من بعد ضفت عليها نص كاس ديال الزيت البلدية و نضيف بشوية بشوية ما غاديوشو تكبوها كاملة غا تضيفو تخلطو حتى توصلوا للقوام اللي بغيتو يعني را ممكن انكم تستغلو قل إلا كان لوس ديالكم الزنجلن ديالكم مزيد كنتي و غا تستغلو كتر يعني غا تحتاجو كتر راكم غا تزيد واحد شوية ديال الزيت البلدية حاولوا انكم تخدموها بالزبدة و زيت البلدية ما تديروش زيت عمية باش تبقى ديكم صحية كما كتشوفو ساليت الزنجلن ديالي هذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفو جات شادة في راسها ما جات شمية دماء و في نفس الوقت جات كخوستيون جات بنينة في المعضاء وصحية مياه في المياه ما فيها لا سكار لا تشي حاجة اللي ممكن تضر الواحد التمر صراحة مكوين زوين انكم تعودوا بالسكار وكيجي بنين وكيزيدها واحد لبضة كي تزين ديال الزميتة كيكم شوية ديال لزمة في السخون قلي انا جمعتها في بواطا امران كيبقى لها لبنة والو واختبقى حتىها ما كيبقى لها تشي حاجة حتى ما فيها التشي مكوين اللي ممكن انه يغمل او لا يخسر ليك الزميتة كتبقى مدة طويلة حتىها غير في بلاكر ما تحتاج لفريقو لتلاجة لتشي حاجة كتبقى زوينة وطرية وفي نفس الوقو سورو فيها مزيانة في طعصة واحتاجها في بلاكر الراكة تبقى مزيانة كنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو كنتمنى ان الزميتة المكنسية الصحية تكون عجباتكم نتلاقوا ان شاء الله مع الفيديو جديد ومع وصفة جديدة واكيد ان شاء الله غنبقوا في نفس الوقتين ديال الرمضان واستيادات ديال الرمضان بسلام عليكم وطلوا لي فرصكم